موسيقى مساء الخير تحت صليب معلولة وعند طيف أديرة رهبانها وعلى مرمى جمعة حزينة سقطت الصحافة صريعة العودة وامتزج الدماء المنار بترابي هذه الأرض المقدسة أرض أول لغة المسيح هنا قضى حمزة ورفاقه وهنا ارتفعت الصحافة إلى رتبة العمادة بالدم حمزة الحش حسن، حليم علو ومحمد منتش ثلاثة زملاء من فريق قناة المنار استشهدوا في معلولة سورية بعد تعرضهم لنيران الجماعات الإرهابية في خلال تغطيتهم استعادة الجيش السوري المدينة قناة المنار زفت شهداءها وقالت إن لها رجالا نذروا أنفسهم لإيصال كلمة الحق وقد أحدث خبر استشهاد الزملاء ظلمة كبيرة في الوسط الأعلامي قناة الجديد تتقدم من الزميل المنار وكل الأعلاميين بأحر التعازي ونحن الذين خبرنا معنا الاستشهاد ومأسيه باستشهاد زميلنا علي شعبان كل الحزن لرفاق العدسة وكل التعازي للمنار العائلة التي كان عليها أن تعيش المأساة في لحظة فرح القبض على معلولة عشية التئام الهيئة العامة لمجلس النواب حيث تحط سلسلة الرتب والرواتب نشطة اللقاءات النيابية وأبرزها اجتماع وزير المال علي حسن خليل بن نائب وليد جملاط وأعضاء جبهة النضال وجرت مناقشة السلسلة وسبل توفير التمويل لها ورأت الجبهة أن أكثر ما يضر بالفئات الشعبية هو محاولة إهامها بأن الإقرار النظري لسلسلة الرتب والرواتب سيصب في مصلحتها لأنه في أحسن الأحوال سيؤدي إلى تضخم تتآكل بموجبه كل المكتسبات والحقوق وفي أسوأ الحالات سيؤدي إلى الانهيار المالي والاقتصادي